على وقع تسرع الأحدث الأمنية والتوتر غير المسبوق في المنطقات العربية يكاشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح حقيقة ما آلت إليه موازين القضايا الأمنية في المنطقة والتي يعتبر العراق جزءا لا يتجزأ منها ومن العيار الثقيل يفتح صالح رسائل التحذير من كارثة قد تلحق بالمنطقة برمتها في حال خرجت الأمور عن السيطرة خطاب اتسم بالوضوح والشفافية أمام قادة وزعماء ضمن ملتقة سليمانية الثامن الذي يأتي في وقت حساس تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط بجديد غير مسبوق سيما مع الهجوم الإيراني على إسرائيل المنطقة تقف على حفة الحاوية علينا نحن في هذه المنطقة والمجتمع الدولي أن نعمل على خفض التسعيد والسيطرة على هذا الصراع المتفاقن كل المؤشرات توحي بأن هذا لا سمح الله إن خرجت عن السيطرة تؤدي إلى كارثة كبيرة أن العراق هو نفسه ضحية الصراع على مدى العقود الأربعة الماضية بدأ للتو يخرج من هذا النفق استقراره مهم ومتحقق لكن يبقى قلقا ولا يمكننا أن نتحمل تبديد السلام المتحقق بشق الأنفس الملتقى الذي يعالج قضايا كردستان والعراق والشرق الأوسط أصبح بحسب خبراء منصة مهمة لتلاقي نقاط الاتفاق على مصلحة العراق واستقرار المنطقة وهنا كان حديث صالح واضحا من حيث الدعوة لضبط النفس واحتواء الصراع بين جميع الأقطاب المتنافرة إلى جانب الحديث بلغة التشديد على ضرورة حماية العراق من الإنجرار لدوامة التصعيد القادة والمسؤولون الذين كان لهم حضور رسمي في الملتقى وقفوا على آخر مستجدات الأحداث التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء لواشنطن وهنا كان حديث رئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم بمنتهى الشفافية حول ما فعلته إيران من ضربة كرد على استهداف قنصليتها في دمشق الحكيم وصف الإيرانيين بالبارعين في سياسة حافة الهاوية مبينا أن طهران استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ تحتاج لساعات للوصول إلى إسرائيل من أجل إشعار العالم بردها لكن رسالة الحكيم في الملتقى ركزت على أن العراق يرفض أن يكون طرفا في النزاعات الإقليمية وبهذا يحرص الملتقى بحسب خبراء وسياسيين على أن يسعى ببذل جهود التماسك والوحدة العراقية من خلال تعزيز الاستقرار المجتمعي والسياسي وأن يكون للعراق دور فاعل في رسم خطوط التهديئة في المنطقة برمتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر